موسيقى هل تستطيع فرنسا ملء الفراغ الذي أحدثته أمريكا في العراق؟ هذا هو دور إسرائيل في دعم المحتجين في إيران المونديال في قطر انتهى هل بدأت الحرب أم هي الهدنة من جديد؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي استغافت المملكة الأردنية الهاشمية مؤتمرا باسم مؤتمر بغداد أو النسخة الثانية لمؤتمر بغداد الذي عقد النسخة الأولى منه في العام الماضي عندما كان السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء أو رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق وهذا المؤتمر يعني لخلفياته كان يفترض أن يكون مؤتمر جوار يعني مؤتمر دول جوار العراق كان هكذا يفترض بعدين نشو بقدرة قادر حوله مصطفى الكاظمي إلى مؤتمر بغداد ورعته فرنسا بشكل واضح وصريح ولم تدعى إلى هذا المؤتمر سوريا التي هي من الدول المهمة جدا من دول الجوار العراقي وبينها قضايا كثيرة مشتركة يعني فيما يتعلق بالتنظيم الإرهابي داعش أصلا هو داعش تنظيم هذا التنظيم الإرهابي دولة داعش التي سميت الدولة الإسلامية في الشام والعراق يعني هم أساسا يعني إعادة إحياء معاهدة سايكس بيكو بطريقة أخرى مختلفة الانطلاق من العراق وسوريا من بلاد الشام وأيضا للتمدد في دول المنطقة الأخرى لكن طبعا الجمهورية الإسلامية ساعدت العراق الحجد الشعبي قبل ذلك الفتوى المباركة للإمام السيد علي السستاني وباقي القوات الأمنية ومعظم فصائل المقاومة كلها تقريبا وكل أولئك الذين واجهوا هذا التنظيم الإرهابي شاركوا في دحض هذه المؤامرة الآن يعني بعدين منذ 2017 بعد الانتصار على الدولة دولة الخلافة أو دولة الخرافة لأن داعش لا تزال موجودة ولاحظتم في الآونة الأخيرة أخذت توسع من عملياتها الإرهابية كتنظيم كفكر كخلايا نائمة كحاضنة أيضا موجودة موجود هذا التنظيم الإرهابي لكن في نفس الوقت حاولت الدول التي رعت هذا التنظيم إلى أن تجهض حقيقة الانتصار الذي تحقق في العام 2017 وناحظت منذ 2017 إلى يوم كهذا هناك حملات شعواء تشن على الحجد الشعبي على المرجعية طبعا هذه الثلاثية المرجعية الحشد إيران لأن هذه الثلاثية كان لها دور كبير في إجهاض هذا المشروع الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بأنه خصوصا بعد أن قامت بعملها الإجرامي باختيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما طبعا شعرت بأنها لا أقول يعني اعترفت بذنبها شعرت بأنها ارتكدت خطأا كبيرا وكبيرا جدا لأن اغتيال قادة النصر غير من المعادلة كثيرا في الشارع العراقي وشفتوا أنتم يعني المظاهرات التي خرجت بعد الجريمة وأيضا قرار البرلمان مجلس النواب في الخامس من كانون الثاني يناير 2020 الذي دعا إلى إخراج القوات الأجنبية وتحديدا القوات الأمريكية فيرادوا يغيرون قليلا من تواجدهم الأمريكان بشكل خاص أو يقومون بشيء من المناورة والتفتيك للزعم بأنهم انسحبوا من منطقة الشرق الأوسط ومن العراق نعم هم الولايات المتحدة الأمريكية قللت من وجودها في المنطقة بشكل عام الوجود العسكري لاحظتم ذلك في قضية الظهرستان انسحبت فجأة الولايات المتحدة الأمريكية وسلمت الظهرستان إلى طالبان وأيضا لاحظتم ما سمي أنا ذاك بالحوار الاستراتيجي الذي أفضى كما يقولون إلى تغيير مهام القوات الأمريكية وباقي القوات التي تندرج في ما يسمى بقوات التحالف الدولي لمناهضة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تغير تغيرت مهامها على الورق فقط من مهام قتالية إلى مهام تدريب واستشارة في الجانب السياسي أيضا يعني بعد فشل أنا ذاك ممثل الرئيس الأمريكي ممثل قائد قوات التحالف أو هكذا الدولي الأمريكي في العراق بريت ماركورك فشيله في فرض أجندة سياسية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة بعد انتخابات 2018 انكفأ الدور الأمريكي سياسيا وتم تكليف على التنسيق الذي جرى وتعرفونه جيدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بين البريطانيين هؤلاء أيضا فشلوا في فرض ما سمي بحكومة الأغلبية الوطنية التي كانت هي حكومة إقصاء تذكروني أيضا جيدا أنه نقول فرنسا لأنه فرنسا لم يأتي دورها اعتباطا لم يأتي من فراغ في نفس مظاهرات تشرين التي اندلعت في 2019 في العراق اندلعت مظاهرات مماثلة أيضا في تشرين في لبنان في تلك الفترة أيضا حصلت قضايا كثيرة في داخل لبنان فيما يتعلق بالوضع الأمني فيما يتعلق بتفجير المرفأ في كثير من المسائل التي تتشابه تماما مع ما جرى في العراق دور الجوكر هنا دور الجوكر هناك انسداد سياسي لمنع تشكيل حكومة حكومة سياسية في العراق يماثله انسداد سياسي لمنع تشكيل حكومة في لبنان والأمور كانت متشابهة تماما فبرز مرة أخرى الدور الفرنسي في لبنان أيضا ذهب الرئيس إمانويل ماكرون قام بزيارات اللافتة إلى لبنان زيارتين دعا إلى إيجاد حلول سياسية قدم نشاريع وقدم مقترحات في العراق أيضا جاءت زيارته اللافتة عندما رأى مؤتمر بغداد الأول وهناك في المؤتمر أعلن بشكل واضح عن دور مميز يريد أن يلعبه الرئيس الفرنسي وتريد أن تلعبه فرنسا في العراق عندما قال بأن فرنسا لن تسحب قواتها من العراق مهما كان قرار الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحكي قبل نهاية العام الماضي الذي أعلن فيه على الورق انسحاب قوات أمريكية أو تغيير مهامها من قوات قتالية إلى قوات تدريب واستشارة فرنسا تريد أن تلعب مثل هذا الدور طبعا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنه هناك مشاكل كثيرة بين الدول القديمة التي تشكل الناتو مثل فرنسا مثل ألمانيا وتجلى ذلك بعد أزمة أوكرانيا بعد هذا الصراع الكبير الذي طرأ في العالم مع روسيا الاتحادية ومع حلفائها ولاحظتم أن فرنسا تريد أن تلعب دورا حتى فيما يتعلق بالناتو يعني في عهد ترامب كانوا يطالبون علنا الفرنسيين والألمان إلى تشكيل نيتو جديد كانوا هكذا يتحدثون هكذا يقولون يعني سئموا من الغطرسة والهيمنة الأمريكية عليهم في عهد ترامب لكن بعد أن جاء جو بايدن وجاء الديمقراطيون أظن وهذا ما تثبته الوثائق حصل هناك نوع من التنسيق بين الفرنسي وبين الأمريكي فيما يتعلق بالمنطقة تحديداً وبشكل خاص لإيجاد أو إحياء مشروع ما يسمى بالشام الجديد أو الشام الكبير مشروع الشام الجديد الذي يستثني كما قلنا سوريا أنت من يقول شام يعني سوريا زيني شنون يصير مشروع مشروع يسمى الشام الجديد بدون سوريا يريدون هذا المشروع يضم العراق الأردن ومصر مصر فالنسخة الثانية هي في نفس الإطار ولو تشوفون تصريحات المسؤولين الأمريكيين ولو تشوفون تصريحات المسؤولين أيضاً في الكيان الصهيوني الذين يهتمون كثيراً بإيجاد مثل هذا المشروع لصالحهم كلها تعطي إيحاءات وإشارات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع فرنسا مع دول أوروبية أخرى هكذا هو هذه أحلامهم هذه نواياهم يريدون أن يجرون العراق إلى ما يسمى بالحضن العربي إلى هذا المشروع عبر مشاريع اقتصادية يعني مشروع اقتصادي مع الأردن ومع مصر هي الأردن تعالي من مشكلة كبيرة وهذه المشكلة جاي تشوفوها الحل هو عند العراق مو عند الأردن يعني مشاكل الأردن الرئيسة التي تهدد النظام السياسي برمته تأتي بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والحل في العراق لأن العراقيين هم الذين يقدمون المساعدات الاقتصادية والأموال التي هربت وتم تهريبها تستثبر في داكل الأردن في البنوك الأردنية طبعا هذا النفط الذي يذهب تقريبا مجانا من العراق إلى الأردن فنواياهم أهدافهم هي أن يوضع العراق في سلة دول التطبيع الرئيسة الأردن ومصر أكرر دول التطبيع الرئيسة لكن وطبعا إبعادها عن إيران وعن المحور الآخر الذي هو محور المقاومة أو حتى المحور الشرق مع الصين مع روسيا ومع كوريا الشمالية وفنزاولا وغيرها من الدول التي تتعرض دائما لما يسمى بالعقوبات الأمريكية وللغطرسة الأمريكية بسبب مواقفها المحلية الوطنية من هذا الباب نحن فقط هنا نشير إلى أن حكومة السيد محمد الشيع السوداني أعتقد يقضى وعليها أن تنتبه أكثر نعم لا مانع من أن يشارك العراق في أي مؤتمر إقليمي دولي يكون محوره هو العراق ومركزه العراق لأن العراق جيوسيا في الجغرافية السياسية يلعب دورا كبيرا ومهما في استقرار العالم وفي زعزعة العالم ويمكن أن يستثمر هذا الدور لصالحنا وليس لصالحهم أنت لا مانع من أن تشترك في مثل هذه المؤتمرات لكن لا تقع في فخ لعبة المحاور والاستقطاب إذا وقعته وقع في المحور الجيد ابقوا معنا هذا هو دور إسرائيل في دعم المحتجين في إيراني أخواني هذا طبعا عنوان هو العنوان هكذا دور إسرائيل في دعم المحتجين الإيرانيين هذا عنوان لبجلة نيوزويك الأمريكية مقال استقصائي تحقيقي كتبه اثنان من المتخصصين في مجال الأمن أحدهما جاكوب ناكل وهذا من المسؤولين الأمنيين في الكيان الصهيوني هو عميد احتياط روفيسور جاكوب ناكل زميل أكدم في مؤسسة الدفاع على الديمقراطيات يعني سخرية القدر أن الكيان الصهيوني الذي قام على الاغتصاب هو كذبه هذا الكيان كذبه لأنه كيان صهيوني وجده في منطقة غريبة عنه واحتل واقتصب أرض فلسطين هذا يتحدث عنده مؤسسة في أمنية تسمى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهو أيضا أستاذ زائر في كلية التخنيون للفضاء عمل سابقا مستشارا للأمن القومي لرئيس الوزراء بن يامين نتنياهو الصهيوني ورئيسا لمجلس الأمن القومي هذه الخلفية تكفي لكي تعطيك انطباعا عن أهمية هذا الكلام الذي يجري وهذا أيضا هذا الكلام يؤكد الكلام الذي قاله ويقوله مع زميله اللي هو مارك دوبويتز هو الرئيس التنفيذي لشركة FDD هم شركة أمنية خبير في برامج إيران النووي خبير يعني ماذا شغلته إيران طيب عندما واحد متخصص أو مهتم في شأن البرامج النووي الإيراني والأمن القومي الإيراني وهذا مهتم بالشأن الأمن القومي الإسرائيلي تجوزا نذكر هذا الاسم إذن كلامهم يجب أن يؤخذ على محمل الجد من تقول إيران أن الموساد الإسرائيلي الصهيوني ودول غربية أخرى متورطة وظالعة في هذه الاضطرابات التي تجري وعندنا وثائق ويتحدثون عن هذه الوثائق ويراوك بأدلة قطعية عن وجود مؤامرة لتقسيم إيران إثارة المشاعر القومية داخل الجمهورية الإسلامية تهديم الدين استهداف الدين من خلال استهداف الحجاب واستهداف القيم بشكل عام حتى تستهدف إيران ومن الداخل يقولون نظرية المؤامرة وإيران وهذا مولعب نظرية المؤامرة أسهدا الكلام يأتي عن هؤلاء الذين هم ظالعون في هذه المؤامرة وهذا يجي هو يقول يجب أن نقدم الدعم نحن متورطون وهذا يجب أن يحصل يجب أن نقدم الدعم لمن يسميهم بالمحتجين ويذكر قائمة وخارط يضع خارطة عمل هو زميله خارطة عمل لهؤلاء المحتجين كيف يمكن استثمارهم في داخل إيران كيف يمكن تشكيل خلايا تهاجم قوات الأمن قوات الأمن يقول الموساد الإسرائيلي أجهزة المخابرات الغربية الأخرى وطبعا معها بعض الأجهزة في الدول العربية مع كل الأسف عليها مهام كبيرة في معرفة رجال الأمن الإيرانيين هو يقول الذين يقبعون المظاهرات يعني المسؤولين عن الأمن في بلدانهم في بلدهم ونشر صورهم وعطاء أساميهم وعناوينهم لتصفيتهم لتصفيتهم حلنا عرفون كل الزيال هنا لأكو قناة اسمها موساد انترنشنال هذه القناة ممولة من المملكة العربية السعودية مع كل الأسف ممولة رسميا يعني صاحبة الانتياز احنا ما نجي نتهم وأجه برامج لدعم هذا اللي يسموها الاضطرابات أو المظاهرات في إيران على نين يقولون بعد هذا الموضوع لا يتعارض مع الجانب الأخلاقي أن تقتلهم الفارسي يقولون بكو شي اقتلوا اقتلوا الذين يقفون أمامكم الذين لا يؤمنون بنظرية تغيير النظام فيجي هذا المقال ويقول إليكم يعني بعد شرح يقول ترى الإيرانيين هم متهمين نمتهمين له مو مشكلة أنه احنا متورطين وهذه المعارضة اللي موجودة في داخل إيران واللي موجودة في الخارج هي أساسا متهمة بأنها يعني يقول لك خلاص بعد من بلل ما يخاف من المطار هم متهمين متهمين احنا خلينا علنا لأنه احنا واكفين وياهم قبل لا أقرأ جزء من هذا الموضوع أتكرككم بأن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الآن يتبنون رسميا يعني يعلون المسؤولين الأمنيين في البلدين أن رئيسة جمهورية إيران القادمة هي زعيمة مجهدي خلق التي قتلت 17 ألف إيراني مريم رجوي وقتلت هذه المنظمة وهي زعيمتها آلاف العراقيين من كرد ومن شيع بشكل خاص وشاركوا عندما كانت هذه المنظمة في العراق مع النظام السابق في كل جرائم علنا هذا الشيء ممخفي يتبنون علنا ولكن يوم الرئيس الأمريكي جو بايدن قال سنقوم بتحرير إيران يقول إليكم خطة لأضعاف النظام وربما تكثيف الظروف التي يمكن أن تؤدي في يوم من الأيام إلى إيران حرة أولا يجب على إسرائيل تكثيف الضغط الاقتصادي طبعا أيضا موضوع الأقوبات مع الولايات المتحدة من خلال حملة من عمليات التأثير داخل إيران يقول علينا أن نزيد من عدد الإيرانيين الغاضبين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويعني خفض قيمة العملة الوطنية الإيرانية تزيد العقوبات تزداد العقوبات الناس راح حياتهم المعيشية تتضايق يحسون بضغط اقتصادي طلعهم للشارع وأيضا يجب علينا أن يعني أن يعمل تعمل آلتنا الإعلامية على إصدار تلميحات وتصريحات بأن البنوك الإيرانية ليس لديها أموال كافة إيجاد فزع لتغطية ودائعها ويقولون يعني يجون يتهمون يحركون الشارع والله إيران تعطي فلوسها في لبنان إلى حزب الله وبينما هي شعارها أموالك آمنة معنا الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى تفاقم أزمة البنوك والعملة وإيجاد ما يسمونه بعدم التقة بقادة إيران يعني بين المواطنين والقادة في نفس الوقت يجب أن ندعو إلى إضرابات عامة كما حصل في العام تسعة وسبعين عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني لأن الكل اشترك فيها وهنا لا يقرون ويعترفون بأن آي الاضطرابات في إيران محدودة لم يشترك بها الكثيرون وهي محدودة ببعض أتماع المرضمات الارهابية والانفصالية وبعض المخدوعين كما تعلمون وهذا طبعا أيضا مهم يقول يجب إنشاء صندوق للاضطراب عن العمل لدعم المضربين والمتظاهرين الذين يخاطرون بحياتهم بينما يفقدون رواتبهم يقول هذا اللي يطلع اضطراب مهدد بأنه يفقد راتبت شون الشجعة تقول العراق بك موجود إسرائيل إسرائيل يا أيها الإيرانيون ويا أيها العراقيون ويا من تخرجون إلى الشوارع والله بيسرع كذا أسقاط النظام حتى في الأردن بالمناسبة نحن نسنا فريحين بما يجري في الأردن وفي أي دولة من دول المنطقة بالرغم من أن بعض الاحتجاجات وهذا ما نكرره دائما مطلبية صحيح بس هو من اللي يسويها هم يسووها حتى يفرضون وجهة نظرهم ويستعبدوننا في الأردن وهذه بعجالة أقولها الأردن رفضت صفقة القرن صفقة القرن لتوطين لاجئين فلسطينيين في العراق والأردن وفي صحراء سيناء كل فترة يضغطون عليهم في هذه القضية وأنا إن شاء الله أتحدث عنها في برنامج قادم يقول يتعين على إسرائيل الكشف عن معلومات حول أفراد قوات الأمن وهؤلاء يتم بث معلومات عنهم بالتفصيل عن هؤلاء وسائلهم هذا إرهاب إرهاب أرهاب علني الكيان الصهيوني يتبنى علنا موضوع الإرهاب أرهاب الدولة بعدين يأتي إلى الحرب السيبرية والسيبرانية ويؤكد على أنه الكيان الصهيوني يجب أن يدعم معهم طبعا بايدن أن يدعم أولئك المحتجين في الداخل من خلال إيجاد أولا ننشن عليهم حرب سيبرية ونحن أيضا نمكنهم في داخل إيران من خلال تقديم إنترنت مجالي عبر الأقمار الصناعية لكي يقوموا هم أيضا بشن حرب سيبرية يعني داخل إيران ضد نظامهم ضد المؤسسات الأمنية الغذائية الاقتصادية وغير ذلك يقول يمكن لإسرائيل أن تنتظر إدارة أمريكية لدعم هذه الثورة سموها الثورة الإيرانية لكن هو طبعا أيضا يقول في نفس الوقت هذا المقال بأن الولايات المتحدة وبايدن وإن كانوا متورطين في دعم هذه الاحتجاجات لكنهم لا يستطيعون أن يذهموا إلى أبعد من هذا الحد فيقول علينا نحن مثل ما احكيت لكم عن فرنسا في العراق وبريطانيا في العراق تريد أن تقوم بدور بديل يخفف من الفشل الأمريكي في العراق هذا هنا أيضا يقول لك أحنا جاهزين إسرائيل يجب أن تكون جاهزة ومستعدة لكي تقوم هي بدعم هذه الاضطرابات في داخل إيران إلى تشوفوا الجملة الأخيرة يقول يجب على إسرائيل بعد هذه السلسلة من الأعمال العدائية في الداخل لإضعاف النظام الجمهورية الإسلامية في الداخل لإيجاد شرخ كبير بين الجمهور والنظام في الداخل يقول يجب على إسرائيل أن تركز جهودها على التخطيط للحرب ضد النظام في السنوات المقبلة حيث قد تفطر إلى برد بردامج الأسلحة النووية الإيرانية بينما تتعامل مع آلاف الصواريخ الإيرانية التي تمطر مدنيها من إيران هم يقولون مدني إسرائيل يعني هم يشيرون إلى الصواريخ الإيرانية في فلسطين في لبنان في غزة في أماكن مختلفة أخرى في الصواريخ التي تأتي من داخل اليمن ضد المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ويقول لكن في الوقت نفسه يجب أن تعارض إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي والتخطيط لهذه العمليات الخطيرة يجب أن لا تفوت إسرائيل فرصة دعمه الآلاف مئات الآلاف هكذا يقول من الإيرانيين الذين يقاتلون كما يزعم لإسقاط الجمهورية الإسلامية إسرائيل حريصة على مصالح الشعب الإيراني تريد إسقاط الجمهورية الإسلامية تريد في النهاية ضرب الجمهورية الإسلامية الإيراني إضعافها من الداخل بعدين ضربها فعلوا في الغراء فعلوا في سوريا فعلوا في مصر يفعلون في الأردن إخراج الدول التي يمكنها أن تكون مؤثرة جدا في معركة تحرير تحرير فلسطين إخراجها من معادلة الصراع من البحر إلى النهر صراعنا مع هذا الكيان وجودي أي لازم تفهموها أحباري تلقوا معنا مونديال قطر انتهى فهل بدأت الحرب أم هي الهدنة من جديد أحبائي يعني حصل الكثير من الحديث حول موضوع المونديال في قطر بس ما لا يعرفه الكثير أيضا هو أنه بالرغم من أن الهدنة في اليمن التي بدأت في الثاني من نيسان أبريل من هذا العام لمدة شهرين بعدين جددت ثلاث مرات إلى ستة ثمانية 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 كان يفترض أن تجدد في الثاني من تشرين وما أدراك ما تشرين لكن الأخوة في اليمن حتى هذه اللحظة رافضون يبدون هكذا لا يريدون تبديد هذه الهدنة التي يعني أرادها العدوان وأرادتها المملكة العربية السعودية مجرد تجميد للأزمة تبريد لهذه الأزمة التي افتعلتها في هذه الحرب العبثية التي شنت منذ العام 2015 على هذا اليمن الجميل السعيد الذي يفترض أن يعود كما كان الأخوة في أنصار الله وافقوا على أن أيضا يبردوا أن يقوموا بتبريد هذه الهدنة تبريده لا حرب لا سلام ولا تمديد للهدنة خلال فترة المونديال ما أرادوا أن يعني يقوموا بأي عمل من شأنه شوف بينما كل الدول تتآمر عليهم أنصار الله والشعب اليمني العظيم هذا مع كل الأسف كل الدول تتآمر كل الدول عدد الجمهورية الإسلامية وكم دولة مننا ومننا مع كل الأسف لكن الأخوة في اليمن أبدوا مو بس شجاعة حكمة وقدرة على التعاطي مع الأزمات الأقليمية والدولية بسعة صدر يعني دائما الكبار يتعاملون بسعة صدر الحديث الشريف يقول آلة الرئاسة سعة الصدر من مظاهر القائد التي تكون عندها سعة صدر مرونة يتقبل وهم فعلا يعني الحكمة يمانية الإيمان يماني هذا ما جاء اعتباطا فالأخوة في أنصار الله تحديدا يعني مردوا الأمور قد تات انتهي قضية الموديان وانتهي قضية الموديان هسا الآن بدأ السعوديون يتحدثون مرة أخرى عن رغبتهم في تجديد الهدنة نحظ في هذا مؤتمر بغداد الذي رعته فرنسا الذي عقد في نسخته الثانية أيضا في الأردن لاحظا على الرغم من الإشارات السلبية السابقة التي كانت ترسلها المملكة العربية السعودية في علاقاتها مع إيران خصوصا من خلال تورطها السعودية في هذه الطرابات الإيرانية بشكل واضح وقلت لكم بشكل واضح خاصة من خلال موساد انترنشنل قناة شبكة هنا ممولة سعوديا قاعدة ركبة ونصصا لا تتعامل مع كل الأسف كمؤسسة إعلامية تتعامل كقاعدة عسكرية أمنية استخبارية لتحريض المواطنين الإيرانيين على القتل وعلى العنف على من؟ وثائق موجودة أنا معرف يعني يفترض هنا مؤسسة باسم الأوفكم شوان عد نهيئة الاتصالات والإعلام في العراق هذه مسؤولة عن البيت وبإمكان الجمهورية الإسلامية أن تقدم شكاوى وتتعاطى مع هذه الموضوعات عن طريق القانون هنا عن طريق القوانين ومنع هذا التحريض من الاستمرار أقول على رغم من كل ذلك لاحظنا اجتماعا وديا حصل بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في عمان وكما قال السيد وزير الخارجية الإيراني في تغريدة نشرها بالعربي وبالفارسي السيد عبداللهيان قال يعني أنه أعرض الوزير السعودي عن استعداد بلاده لاستئناف الحوار مع الجمهورية الإسلامية نعم في نفس الوقت عمان التي هي تقوم بدور كبير في هذا الجانب عمان من جهتها أيضا أرسلت وفدا إلى صنعاء صنعاء يعني العاصمة اليمنية التي هي يعني تخضع لسيطرة وإدارة أنصار الله واللجان الشعبية وحلفائهم وهناك أيضا وفد سعودي وأيضا هناك رعاية من الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية من المبعوث الأممي للأمم المتحدة إذا الكل يحاول أن يعيد هذه الهدنة من جديد ويمددها حتى يستفيد من نتائجها بس لاحظنا أن زيارة الوقت العماني والأطراف الدولية والإقليمية إلى صنعاء حتى هذه اللحظة لم تسفر عن نتائج كبيرة الأخوة في اليمن يقولون نحن مستعدون أن نتعاطى بإيجابية كما تعاطينا سابقا بإيجابية مع هذه المقترحات أو موضوع تمديد الهدنة لكن وفق سقف أو تحت سقف الحقوق المشروعة والحلول المنصفة خاصة ما يتعلق الأمر بالرواتب رواتب الناس بابا رواتب من فلوس النفط والغاز اليمني اللي يروح يصبون في بنك سعودي وين صايرة هاي فلوس الشعب اليمني تروح في بنك سعودي عليه أساس الأخوة في أنصار اللي يقولون هذه إذا دفعت الرواتب وأفضل أمر إلى سلام عادل وشامل لا مصلحة لأمريكا في أمريكا لا تريد هذا السلام والشامل والعادل في المنطقة لأن تريد أن تستفيد من الاضطرابات بس تحت السقف وهذا طبعا ما شدد عليها السيد عبد الملك الحوثي كثيرا في خطاباته الأخيرة فنحن الآن أمام مفترق طبق لا بد من أن تظهر الوفود التي تتوسط بالنيابة عن السعودية أو ترعى الجانب السعودي وأيضا لا بد أن هو الجانب السعودي مباشرة يعني بدون وساطة أن يعرض أو تكون لديه الإرادة القوية ليظهر حسن نيته في حد مثل هذه المسائل فيقول لك أما التسليم بصرف مرتبات كل الموظفين كل الموظفين حتى الأولئك اللي يسموهم مرتزقة من عائدات البلد النفطية والغازية ورفع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي أو العودة إلى مربع التصعيد العودة إلى مربع التصعيد تعرفون شنو يعني؟ العودة إلى مربع التصعيد ونحن في بداية الشتاء اليوم أو الليل لا نسى في بداية الشتاء في أوروبا تحديدا في بداية الشتاء يعني أرامكو في مهب الريح يعني الكثير من المنشآت النفطية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية في مهب درية يعني الممر المائي للنفط إلى دول أوروبا الغربية والغاز وكله يعني في مهب درية يعني أحنا في العراق العلاقة مع إيران أزمات المنطقة الأخرى في سوريا وأكو محاولات أيضا لتبريد الأزمة مع تركيا في سوريا الرئيس التركي يريد أن يلتقي بالرئيس السوري الرئيس السوري حاليا رفض في الوقت الحاضر أن يلتقيه لأنه ذلك كان عنده مشكلة في الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران المقبلة انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية كل هذه الأزمات البحر الأحمر يعني سلم يكون آمنا باب المندب يعني إحنا رح ندخل قضية كبيرة دائما أكرر وأقول اليمن هو ضابط الإيقاع مو بالرموت كونترول يشتغل لا هي الأزمات مترابطة بس أكو أزمة تؤثر على الكل مرة واحدة هي اليمن وليش صارت الحكومة العراقية ليش هذا اللي كنا نقول عليه انسداد سياسي في العراق خلال الفترة الماضية منذ أكتوبر 2021 إلى تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني إلى ما قبلها بش كم يوم الكل كان يتحدث عن عن ممكن تكون حرب داخلية اختتال داخلي ليش لأن أكو أزمة حقيقية كانت موجودة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأذرها فاعلة في تأتيج هذه الأزمة بس لأنهم فشلوا في تمديد الهدنة في اليمن في الثاني من أكتوبر 2021 في اليمن اضطروا إلى القبول ماكو شي يجيب دقمة وشو رأسان التحالف الثلاثين فراط الأخوة الأكراد في الحزب الديموقراطي الكرد الثاني قبلوا بالمرشح اللي أراد الاتحاد الوطني للرئاسة ما يسمى بتحالف السيادة فجأة طلعا ليش هذا ما يجي في ليلة وضحاها هذا يأتي من قراءة الخارطة الموجودة في المنطقة ومن تأثير الأزمات بعضها على البعض الآخر ودائما ضعوا في أذهانكم أحبائي أن اليمن هو ضابط الإيقاء إذا أرادها حربا شاملة فهي حرب شامل شاملها وإذا أرادها سلام شامل فهو سلام شامل لكن لكل مقام مقال إذا وافقت السعودية ودخلت في حوار مع الأخوة في اليمن بشكل جديد وبدأت السعادة الأقل نقول العافية بالتداريج يعني أنت أولا دفعوا الرواتيب والمرتبات ورفعوا الحصار عن ميناء وعن مطار صنعاء شوي شوي إذا تريدون سلام آمن فتفضلوا سلام آمن وسلام مستدام أو كما ظهرت أو أكدت لنا الوقاع منذ مجيء الرئيس الأمريكي الحالي الذي كان في البداية في الانتخابات كان يقول يحن لازم ننهي من قضيات اليمن وهذه الحروب عبثية جو بويدن هذا نفسه ونعب للعبة أوقف مبيعات الأسلحة جمتها فترة وبعدين شال الحضر للمملكة العربية السعودية وفي الوقت الذي كان أوقف مبيعات الباتريوت وبعض أنظمة الصواريخ الدفاع الصاريخ بعدين رجح ليش لأنهم يريدون المنطقة للحلب ويخافون من أن تخرج الاضطرابات عن السقف الذي يوقعهم في الانسداد السياسي والاقتصادي الكبيرين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر